بسم الله وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لحضراتكم تاني ولسه مع المقاصد القرآنية أسأل الله جل وعلا أن يطلعنا وإياكم على أنوار القرآن وأسرار القرآن اللهم أمين كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين بعد أن أمرنا جل وعلا في الآيات الكريمة أن نتزين عند الصلاة وأن نأكل وأن نشرب نهانا عن الإصراف وعن التبذير قال في سورة الإصراء ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ونأخذ بالنا من هذا النهي الذي معنا في مقصدي الذي معنا في هذا الصدد هذا المقصد اللي معانا ربنا أقول فيه لا تسرف في الطعام لا تسرف في الشراب لا تسرف في العبادة لا تسرف في الصدقة لا تسرف في المعاملة مع الناس يعني الواحد لما يجي يتعامل مع الناس العشم الزائد لا تسرف فيه إنما خير الأمور الوسط خليك زي سدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف في الذنوب يعني لا تسرف لا في الأكل ولا في الشراب ولا في الصدقة ولا في اللباس قال صلى الله عليه وسلم كلوا وشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إصراف ولا مخيلة ابتعد عن الإصراف وعن الخيلاء وعن التكبر وعن الكبر وعن العجب طيب واحد أصرف على نفسه في الذنوب شوف ربنا يقول إيه قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا تسرف على نفسك في المعصية ثم تندم بعد ذلك خير الأمور الوسط وأبلغ آية مدح الله بها الناس المعتدلين في القرآن ما وصف به عباد الرحمن في صورة الفرقان قال في أوصافهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقطروا وكان بين ذلك قواما خير الأمور الإيه؟ الوسط الاعتدال فأحنا النهاردة بنتكلم عن الاعتدال في الأكل والشرب والزينة والصدقة واللباس وفي الاعتدال في كل شيء في الحياة لأن الاعتدال ده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به طب ليتعدى الاعتدال يبقى متعدي قال جل وعلا إن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين نسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا وإياكم بأدب رسول الله وأن يخلقنا بأخلاقه اللهم أمين